الأخ مهدي يوسف شخيق المرحوم الجندي متحة يوسف 17 سنة مرت وما زال هناك ألم مما حصل في قبر النبي يوسف في نيبلس طبعا الألم لا يزول الألم اتدأ في تلك الأونة وحتى الآن نحن مستمرين في هذا الألم كما يعلم الجميع النصاب كان أليم كما هو المصابد كل على التكلم لكن في هذه النقطة يوجد ما يقال في قضية التواطؤ في عملية إسعاف أخي وكان بالإمكان فعل ذلك ولم يفعل حتى اليوم لم تقوم منالك جهة معينة إن كان من الجهة الأمية أو الجهة العسكرية وتأخذ قصطا ولو وفيرا ولو قليلا أسف في قضية توضيح لحقيقة لماذا لم يتم إخلاء سبيل أخي وإسعافه في مستشفى هذا الشيء يغضبنا حتى الآن نحن ما نزال في نفس الموقف يعني لكي يفهم الناس المدنة نتحدث إلجع بنا إلى الوراء إلى 11 سنة الألفين ما الذي خصل في 11 سنة الألفين أصيب أخي بعيارنا ناري من خبل الجانب الفلسطيني في قبر يوسف في نابلس بحيث نزف دما ولم يستطيع أن يعالجه أي شخص كان كان هناك مضمدين من الجيش ولكن لم يكن باستطاعتهم فعل المقدور عليه بل كان يجب أن يكون هذا الفعل في مستشفى نزف لمدة ثلاث ساعات على ما أذكر وأكثر نزف حتى النقطة الأخيرة حتى قطر التنم الأخيرة وتوفي إترضي نعم مهدي يعني سأل مخرج بعض الشيء ولكن الكثير يتسألون الطائفة المعروفية معروف عنها الإيمان بالقضاء والقدر وقل لن يصبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون هل ما تقوله يتناقض مع إيماننا كطائفة معروفية؟ لا يتناقض نحن مؤمنين بالقدر وفي القسم المطلة في اللغة العمية نحن مؤمنين جدا ولكن كان بإمكان أن يتوفى أخي في المستشفى نعم وفي هذه حالة كنا قلنا أن الجيش عمل المشتفى ولكن أم يستطع أن يقوم بهذا في إحياء أخي يعني لمن تكون هناك ولا أي مجهود ولا أي مجهود من تحمل عائلة يوسف المسئولية على فقد أن؟ نحن محمل المسئولية في تلك الأونة كان رئيس الحكومة يهود باراك وكان كذلك هو نفسه كان وزير الدفاع وكان باستطاعته أن يحزم في الأمر ويقول لدينا جندي مصاب ويجب أن نصيفه وبكل طريقة يعني ميدي هنا المصاب بجلل كما يقولون والألم مضاعف حدثنا عن شعوركم كعائلة في مثل هذا اليوم نحن حتى الآن نستاء من هذه القضية كلما تذكرنا متحد وكلما وقفنا على قبر وكلما رأينا أموره الشخصية في البال لباسه وكل شيء لدينا نمطعب لأن هذا الأمر يؤلمنا كيف أننا كان بالاستطاع أن ننقضه ولم نفعل ذلك حتى أننا سنلل نقع ملوم على أنفسنا أو أننا علمنا بقض هذه القضية كنا نحن يمكن عن طريق الديبلوماسية عن طريق الحديثنا عن الجهة الفلسطينية النسعفة وإمكاننا منالك تواطئ معين من قبل السطرة الفلسطينية ممكن كنا أن نحل هذه هذا يعني لو دائما يقال لو لو طبيعا ولكن هذه الكلمة ماذا تعني عندما حدث ما حدث لو ماذا لو دخل الجيش لو ماذا كنت تتمنى كنت تتمنى أن أن تتم عملية إنقاذه من قبل الجنود أو الضباط الذين أرسلوه إلى المهمة هذه المهمة التي أرسل إليها كان من ورائه من بعثها ومن أرسلها يعني نهدي هذا ما يعلمونهم في الجيش نعم مجرد التفكير بأن شقيقة تنزف لمدة ثلاث ساعات هذا الشيء يكسر القلب أنا حينما أشعر بذلك أنا أضع نفسي أمام المكان أخي دائما حينما أتكلم أضع نفسي أمام أخي حتى أن السياسيين الذين أرادوا مرة أن يستغلوا هذه الحضية وكان هناك آخر شخصية كانت قبل يومين أراد أن يحضر أنا يود براكلي كي يتأسب بعد 17 سنوات لأنني أضع نفسي أمام مكان أخي وأنا أرى أو أشعر وقد زرت قبر يوسف قبل داكسانوات وبكيته لأنني لم أستطيع التحمل وأشعر بالغضب الشديد أشعر بالحزن الشديد وماذا لا أشعر أشعر بكل شيء ممكن أني أسميه أسهم شكراً جزيلاً لك على الحديث الصريح أدخل جميعاً